أعظم دليل أن الله يشعر بنا أن الله نفسه جاء متجسدا إلى أرضنا ولماذا تجسد الله في المسيح يسوع يقول كاتب العبرانين أسحاح 2 عدد 17 من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته فيه كل شيء المسيح يسوع الذي جاء إلى أرضنا وشاركنا في كل الألم يشعر بنا لقد عاش غريبا لقد عاش وحيدا لقد عاش فقيرا لقد عاش منبوذا وهو رب الحياة ورب السلام وعشان كده هو فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين فإذن الإنسان ما عنده عزر لأنه لو المسيح لم يتألم ودخل طبعا حياة البشرية وعاش كإنسان طبعا إنسان كامل بدون خطيئة شعر معانا رث معانا بكى معانا فرح معانا بعرسقانا إلى آخره صحيح لما يقول عنه الكتاب أنه معه أنا في الضيق لم يعد الرب أننا سنعيش حياة وردية لكن وعد الرب أن يكون معنا في الضيق وأذكر العبارة الأخيرة التي ودع بها الرب يسوع المسيح تلميزه عندما قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الضهر وعد أن العالم سيكون لنا فيه ضيق وعد أنهم يجلدوننا ويسلموننا وعد أن العالم سيكون مضطربا لكن وعد قائلا أنا معكم كل الأيام كمان لا أنسى أن أنا أضيف أمر في غاية الأهمية أسيس نزار وهو أن الرب بيتدخل في ظروف أطقياء ولكن بحكمة معينة الرب يعرف مرة قال واحد من المرنمين بحكمة يفعل وذا هو الأفضل الرب يعرف إمتى يمنع وإمتى يمنح وعندنا أشهر مثال بطرس ويعقوب دخل في يومين متقاربين السجن مش كده؟ نعم وسمح الرب اليعقوب أن يقتل وتقطع رأسه من هيرودس وسمح الرب بعد كام يوم أن بطرس في ذات السجن الرب يبعث الملاك ويخرجه هيرودس أغرباس الأول في أعمال 12 صحيح عشان ينميز بين هيرودس العائلة كاملة تمام هذا الرجل القاتل اللي من العائلة قاتلة كلها كلها قاتلة فالرب بينجي لكن خلونا نصق في الحكمة الإلهية عشان كده قال واحد هذه التعبير الجميل الحلو قال ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر